موسيقى الرئيس سيسيو لنوفي ختام منتدى شباب العالم عام 2022 عاما للمجتمع المدني في أعقاب استهداف المنطقة الخضراء بعدد من الصوريخ الأمم المتحدة تؤكد أن هناك محاولات قاسية لزعزعة الاستقرار بالعراق منظمة الصحة العالمية توافق على استخدام عقارين جديدين لعلاج مرضا فيروس كورونا الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرامج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تحت شعار العودة معا اختتمت فعليات منتدى شباب العالمية شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة وذلك بمشاركة شباب من 196 دولة بمختلف قرات العالم منتدى شباب العالم منصة دولية يهدف إلى تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال لرسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم قال رئيس عبدالفتاح السيسي إن جائحة كورونا فرضت نفسها على أجندة عمل منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل ختام النسخة الرابعة من المنتدى حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المنتدى أصبح بمثابة منصة حوارية هامة وملتقى للحوار الإنساني على أرض مصر وقد فرض الظرف العالبي المرتبط بجائحة كورونا نفسه على أجندة المنتدى في ظل التساؤلات متعددة حول مصير العالم ومستقبله وماذا تأثره بتداعيات هذه الجائحة على أنماط الحياة البشرية لقد كانت سعادتي بالغة وأنا أشارك في تفاصيل هذه الحالة الحوارية المتميزة والتي كانت شباب مصر والعالم في القلب منها يفتحون لنا طاقات الأمل والنور لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة من التاريخ الإنساني إن منتدى شباب العالم بات اليوم منصة حوارية هامة وأصبح تطوره في الشكل والمضمون أحد أهم سماته وهي فكرة مصرية خالصة كان الحلم في ضمير شباب وطننا الغالي بأن يصنعوا هذه المنصة لتكون مساحة مشتركة جامعة للبشر وملتقى للحوار الإنساني هذا وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مخرجات منتدى شباب العالم كانت عظيمة على المستويات كافة كما أعلن الرئيس السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني وقد كانت مخرجات هذا المنتدى عظيمة على كافة المستويات وتدفقت الأفكار والرؤى من هنا ومن هناك داخل أرواقته وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات التي بناء عليها قررت ما يلي إعلان العام 2022 عاما للمجتمع المدني بحيث تقوم بحيث تقوم إدارة المنتدى والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة بإنشاء منصة منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية هذا وقد كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي إدارة منتدى شباب العالم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المنخ السابع والعشرين والمقرر انعقادها بشرم الشيخ كما كلف الرئيس السيسي رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية لمصر في محيطها الإقليمية تكليف إدارة المنتدى بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتكوين مجموعات شبابية من شباب مصر والعالم للمشاركة الفورية في إجراءات الإعداد لقمة المناخ السابعة والعشرين المقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ وأنا على ثقة بأن هذا الشباب سيكون قادرا على إنجاح هذه القمة تكليف رئاسة مجلس الوزراء بعد التصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة في مصر وذلك في إطار المسئولية الإقليمية للدولة المصرية تجاه محيطها الإقليمي كلف الرئيس عبدالفتاح سيسي إدارة المنتدى الوطني للشباب بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائما لشباب مصر والعالم لتبادل الرؤى والأفقار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة كما كلف رئيس سيسي إدارة المنتدى والجهات المعنية بالدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشاركون في المنتدى لتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية كليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائما لشباب العالم وشباب مصر لتبادل الرؤى والأفقار على أن يتم عرض نتائجها بشكل دوري على مختلف مؤسسات الدولة لتمثل هذه النتائج رؤية استشرافية للدولة تجاه كافة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام تكليف إدارة المنتدى والجهات المعنية في الدولة بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم المشارك في المنتدى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية وقال رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وخلال كلمته في حفل ختام النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم أضاف الرئيس السيسي أن مصر نقطة الطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح إن مصر التي وهبها الله عبقرية المكان وجعل على أرضها لبنة الحضارة الأولى وجعل على أرضها نبتة الحضارة الأولى وتشكلت شخصيتها في التنوع والتعدد فأصبحت هي نقطة الطلاق الجامعة للحضارات ومنطلق السعي نحو إقرار السلام وإعلاء قيم المحبة والتسامح وهنا على أرضها الطيبة المباركة اجتمعنا من أجل الإنسانية ومستقبلها ومصر الجديدة التي نقدمها اليوم للعالم هي دولة مدنية حديثة تسعى للبناء والتنمية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وتمتد جهدها في البناء والإعمار إلى محيطها الإقليبي بسعي مخلص من أبنائها الذين يحملون للعالم رسالات المحبة والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معي عبر الهاتف الأستاذ صلاح مغوري الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أستاذ صلاح بداية تحية لك ومع اختتام فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عدد من القرارات بناء على توصيات المنتدى أبرزها إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني كيف تبعت ذلك؟ بالفعل الرئيس أعلن العديد من القرارات التي جاء في مقدمتها إعلان العام الجاري 2022 عاما للمجتمع المدني الرئيس أطلق العديد من المبادرات ومنها ضرورة تكليف مجموعة من شباب مصر والعالم المشاركة الفورية في الإعداد لكمة المناخ التي ستعقد في شرم الشيخ في نهاية العام الجاري أيضا كلف مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي لمبادرات تنموية المتحققة بمصر إلى جانب العديد من التكليفات الأخرى إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني يحمل في طياته الكثير من المعاني خاصة وأن مصر عانت خلال الفترة الماضية من هجوم غير مبرر من جانب بعض الذين يدعون أنهم حريصون على تفعيل مفاهيم حقوق الإنسان بمفاهيمها المجتزئة الرئيس ومصر أمام محفل الأمم المتحدة عبر أكثر من مرة أن مصر عندما تتحدث عن حقوق الإنسان تتحدث بمفهوم حقوق الإنسان الشامل الذي يعني الحق في الملبس والحق في المأكل والحق في الحياة الكريمة والحق في المسكن الملائم والحق في الصحة والحق في التعليم وغيرها من الحقوق التي يجب أن تراها عندما يتم الحديث عن مسألة حقوق الإنسان فإعلان الرئيس عام 2022 عاماً للمجتمع المدني أعتقد أنه يحمل الكثير من المعاني وأن مصر تستهدف تفعيل أطر المجتمع المدني ومجتمع الأهلي من أجل الحفاظ على هذا المجتمع باعتباره شريكاً في التنمية داخل المجتمع المصري والذي يجب أن يكون تحت مظلة القانون والدستور المصري ولا يعمل بمعزل عن هذه المفاهيم والأسس الشرعية التي يجب أن ينطوي داخلها أي تنظيم أو أي عمل نقابي أو عمل يستهدف المعايير الإنسانية السليمة إلى جانب أن الرئيس عندما كلف الأكاديمية الوطنية لتحدث بعدات برامج تدريبية متخصصة لشهد العرب والفريق هو يستهدف من ذلك أن مد الأكاديمية المصرية أو الأكاديمية الوطنية التي استطعت خلال الأعوام القليلة التي عملت في إطارها تحقيق الكثير من المفاهيمها خرجت دفعات كانت بالأمس تسلمت شهادات التخرج هذا الامتداد الإقليمي والإفريقي والعربي أعتقد أنه يحمل معاني كثيرة أيضاً أن مصر تستهدف التنمية داخل محيطها العربي والإفريقي ولا يقتصر هدفها في تحقيق التنمية على مواطنيها فقط لأنها بدورها الإقليمي ودورها الإفريقي هي تمد يدها بالعاون ورعاية لجميع أشقائها وشقيقتها من الدول المجاور من ضمن القرارات المهمة أيضاً والتي تفضلت بدكرها تكوين مجموعات عمل من شباب المنتدى للإعداد لقمة المناخ المقبلة هذه أيضاً وغيرها من القرارات إشراق لمنتدى الشباب في فعليات حيوية وليس فقط اختصار دوري على كون منصة حوارية هامة بالفعل لأنه نجاح الشباب في تنظيم هذا الملتقى على الرغم من المعاناة التي يعاني منها العالم جراء جائحة كورونا لكن على الرغم من ذلك نجح شباب المنتدى وإدارة المنتدى في استقطاب هذا العدد الكبير من جميع ربوع العالم 196 دولة ليس بالعدد القليل أكتر من 18 ألف مشارك من هذه الدول ويتم التنسيق على أعلى المستويات التي شاهدناها جميعاً إلى جانب الإخراج المتميز لجلسات المؤتمر أو يعني فعاليات المؤتمر على مدى أربعة أيام كانت تنسيق الرائع والدقيق أعتقد أن الشباب قادر ورؤية رئيس لإشراق الكثير من قطر المحافظ والفعاليات أعتقد أن المغزى الحقيقي من هذا هو إيمان رئيس بدور الشباب وقدرته على تنظيم أو المشاركة في تنظيم عملية باستضافة مصر لقمة تغير المناخ في نهاية العام الياني أعتقد أن الشباب قادر على المشاركة والمساهمة بالجاهدة في إخراج هذا العمل الدولي الذي ستصدره على أرواع صورة كما شاهدنا في ملتقى شباب العالم أشكرك جزيلا أستاذ صلاح مغوري الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت السيدة انتصار السيسي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها تبعت بكل فخر واعتزاز فعلية النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وأضافت أننا في احتياجا إلى حوار صريح ومباشر حول مستقبل العالم فيما بعد الجائحة وخطر تغيرات المناخية وقد وفر المنتدى بأفكار شبابه فرصة لهذا بشهادة الجميع ووجهت السيدة انتصار السيسي تحية للمشاركين في المنتدى حيث أعربت عن استمتاعها بالحوارات والنقاشات التارية مع قادة المستقبل كما هنأت منظم المنتدى على النجاح الفائق في اختيار محاور المنتدى وجلساته مع التنظيم الرائع والحفاظ على الإجراءات الاحترازية معربة عن تطلعها للنسخة الخامسة مختتمة كلامها بقولها دائما وأبدا تحية مصر بعزيمة شبابها من جاهتها أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن نجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور الرئيس السيسي يعكس إيمانه بأهمية وقيمة دور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها وأوضح مفتي الجمهورية أن منتدى شباب العالم يعد فرصة للتواصل مع كبار صناعي القرار والمفكرين حول العالم من خلال مشاركتهم ومداخلتهم خلال الفعليات حيث يشارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفل دولي ثاري للتعبير عن أرائهم قالت المنصقة العامة لمعرض مصر سيناء نور جاسر إن المعرض يتحدث عن التراث السينوي وعن الجمال الموجود في سيناء معرض مصر سيناء بيتكلم عن تراث سيناء وعن الجمال الموجود في سيناء من خيرات أرضية لحرف يدوية وطبعا عرضات سيناء جايين يقدموا عظمة وجمال إبداع إديهم اللي بتطلع منتج حلو قوي والناس هنا مبهورة بيه بطريقة غير الحرف التانية المنتج السينوي اللي هو الزي السينوي عموما قال الدكتور كريم سليمان خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إنهم قاموا بمجموعة من ورش العمل على مدار عام كامل جاء ذلك على همش منتدى الشباب العالمي في نسخته الرابعة بشرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار سنة كاملة إحنا والدفعة اللي بعدينا من خلال برنامج التأهيل للتنفيذيين للقيادة قدرنا نحن نؤهل من خلال مجموعة من ورش العمل ومجموعة من القرصات المتكملة لتأهيل شخصيات وتأهيل وبناء كيفية التعامل مع الأزمات كيفية التعامل مع وضع الخطط المستديمة إزاي نحن نقدر نفعل الخطط دي على الأرض وإزاي نحن نقدر نتكيف مع المتغيرات العالمية أكدت مونة أبورجيلا إحدى العارضات ضمن مبادرة الدهو إدود على أن المعارض تعد فرصة جيدة لعرض المواهب وتراث المصرية أنا أول مرة أشارك في المنتدى العالمي للشباب أنا شايفاً بذات السنة دي الرئيس مهتم بالمشروعات الصغيرة والهاند ميد عمت المشغولات اليدوية بالنسبة للشباب ودي حاجة بتخلي مصر تنمي من المواهب بتاعتها وده بيطلع بره مصر الناس بتشوف بره مصر المواهب اللي هي أصلاً موجودة من زمان بس مش ظهرة فالمعارض دي بتخلي الناس تعرف قد أي مصر فيها تراث جميل وفيها مواهب حلوة فعلاً أكدت مسؤولة التدريبات الحرفية بالمجلس القومي للمرأة نجوة إبراهيم أن المجلس يعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة مضيفة أنه يتم تدريب السيدات على الحرف اليدوية إحنا في المجلس القومي للمرأة في تنمية المهارات بنشتغل على التمكين الاقتصادي للمرأة التمكين الاقتصادي يعني يبقى عندها مشروع بسيط تقدر تعمله من البيت من غير إمكانيات كتيرة أو خمات أو أجهزة لأن كتير من السيدات بيبقى نفسهم أنهم يعملوا مشروعات بس ما عندهمش الإمكانية أنهم يبقى عندهم مكان يعرضوا فيه فإحنا بنساعد السيدات أنهم يتدربوا على الحرف دي ومش بنقف بس عن التدريبات بنحاول بقدر الإمكانين أن نفتح لهم قنوات للتسويق قنوات تسويق دي من أكتر من وسيلة أن نخليهم يشتركوا في بزرات علشان تقدر تجرب إزاي تقدر تقف وتبيع وإزاي تشوف الناس مبسوطة من المنتج اللي هي عملته بإيديها أشهد عدد من مدرب الحرف اليدوية والمهارات بالفرصة التي حضوا بها لعرض المنتجات والمشغولات الفنية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم وأكد مدربو الحرف اليدوية مواصلة العمل على تطوير مهارات المتدربات من الفتيات والنساء للارتقاء بمستوياتهن الحرفية هو الأول اللي أنا بضربهم إزاي نقالوا الرسمة على الملابس وتكوين الألوان ونوع الألوان وإزاي يختاروا التصميم بتاعهم وعلى إزا كان يوظفوا التصميم على المنتج نفسه كواء مخدات أو تي شورت أو طرحة أو أي حاجة من الحاجات ديت فضلت واحدة واحدة لحد ما وصلتهم إن هم يعني بيرفكت للمنتج إن هو يبقى يوصل للمستهلك حاجة يعني كويسة إحنا شاركنا في المعرض أول مرة نشارك في المعرض إن إحنا نشارك ونعرض المعرض بتاعتنا وإن إحنا نعمل live show ده فرق معنا فإن إحنا بنخلي السيدات يعملوا حاجات أول مرة يجربوها إن هم يعملوا live show قدام الناس وإن هم بيشوفوا الثقافات المختلفة هم هيطلبوا منهم إيه وهم هيعملوا إيه ويقدروا يتجاوبوا مع ده ولا لأ وإن هم يحطوا نفط إن هم قد الحاجة دي وإن هم يقدروا يعملوا أكتر من كده إحنا هنا بنعمل live show عن حرفة خرز النول وجايين من طرف المجلس القومي للمرأة عشان نقوم بمتدربات من أسوان كنا قبل كده عملنا بيهم ورشة عن نول الخرز تعلموها من خلال مجلس القومي للمرأة سفرنا لهم أسوان وقمنا بتدريب حوالي 8 أيام كانش عندهم خلفية خالص عن الحرفة دي بدأنا معهم من السفر ودلوقتي هم متمكنين من الحرفة أكدت باتريشيا إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم أن المنتدى مكان للأمل وأن الطبع عاطيها عنه إيجابية فأكدت باتريشيا أن المنتدى منصة فريدة ومؤترة مضيفة أنها لم ترى مثلها في أي مكان بالنسبة لي أعتقد أن المنتدى شباب العالم هو مكان الأمل وكان العمال الماضيين يتميزان بصعوبة شديدة وكان من الصعب احتواء هذا الوضع كنا في مكان وقتمانا سويا ونقشنا كل التعليقات الإيجابية والدروس المستفادة وإذا ما سألتني عن انتباعاتي حول هذا المنتدى فأستطيع القول أنها جميعها إيجابية وكنت سعيدة جدا حيث التقيت مع شباب لديهم توجهات مختلفة لأن الشباب دائما متفردين ولديهم مشاكل مختلفة إذن هذه المنصة منصة فريدة ومؤثرة ولم أرى مثلها من قبل في أي مكان أكد هنري أحد خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للرئاسة أن الخبرات والمعارفة التي تعلمها في البرنامج هامة للغاية وسيستخدمها لنقلها للشباب التنزانية كما سيقوم بتنفيذ برامج تدريبية لمساعدة الشباب كزء من عملي مرتبط بعملي مع الحكومة ولي مبادرة قصة بي لتمكين صغار الشباب في تنزانيا لذا فأنا أعمل أيضا كمدرب وكزفير للشباب ولذا فإن الخبرات والمعرفة والمهارات التي تعلمتها في البرنامج سوف أقوم بجمعها ثم نقلها إلى الشباب التنزاني وسأقوم بتنفيذ برامج تدريبية قالت سفية إحدى خريجات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة إنها اكتسبت الكثير من الخبرات الرائعة خلال فترة التدريب فأكد زميلها هانس أن البرنامج ركز على تعليم العمل التعاونية وأنه اكتسب الكثير من المهارات وسيعود إلى بلاده لتدبيقها انطفاء عظيم ليت لدي شيء كثير لأقوله لأن ببساطة تعلمت خبرات رائعة كان هذا أمر مطلوب جدا ومفيد بالنسبة لنا لأنه من المتوقع لنا أن نحصل على مناصب عامة وهذا التدريب سيساعد كثيرا في هذا الصدد ولهذا كان التركيز على إعدادنا لهذا الغرض تعلمت كيف يمكن أن نحقق التعاون وعمل التشبيكات وما ركز عليه البرنامج هو تعليمنا كيف يمكن أن نعمل بشكل تعاوني مع بعضنا البعض وأن نكتسب المهارات ونعود بها إلى بلادنا ونطبقها في مستهل النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب موسيقى 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 التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسام عسكر الطلب المستجدين وأسرهما جاء ذلك خلال تفاقده للكلية الحربية لمتابعة استراتيجية التطوير للكليات والمعاهد العسكرية قام الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة للكلية الحربية التقى خلالها بالطلبة المستجدين من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة وأسرهم وذلك في إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالكليات والمعاهد العسكرية حيث قام بالمرور على العملية التعليمية للطلبة المستجدين تبع خلالها عددا من الأنشطة التدريبية التي تنفذ خلال المراحل الأولى من الإعداد والتأهيل للطلبة المستجدين والتي عكست المستوى المتميز والمهارات البدنية العالية التي وصلوا إليها كما أدار حوارا مع الطلبة المستجدين وأسرهم نقل خلاله تحيات وتقدير السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وهنأهم بنيل شرف الانضمام للقوات المسلحة مؤكدا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية لتخريج أجيال جديدة من الضباط المسلحين بالعلوم العامة والتخصصية قادرين على ممارسة دورهم في حماية مقدرات الوطن وشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالآداء المتميز للطلبة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في التدريب مؤكدا على أهمية الارتقاء بالإعداد الذهني والبدني والاهتمام بالمهارات القيادية وتنمية روح المبادئة وسرعة اتخاذ القرار وأوصى الطلبة بضرورة استغلال فترة دراستهم بالكلية لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات العلمية والميدانية ومواصلة البحث والاطلاع والمعرفة في المجالات العسكرية بما يؤهلهم لتنفيذ المهام والمسئوليات التي سيكلفون بها في المستقبل حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة أقلعت طائرتان نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان من قاعدة الشرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية يأتي ذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا وتنفيذا لتوجهة رئيس عبدالفتاح السيسي وفي هذا الإطار استمرار دعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية في مختلف الظروف كما تأتي المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القارية ولمساندة جهود الدولة الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إطار استمرار الدعم وتضامن مصر مع الشعوب الأفريقية في مختلف الظروف أقلع الطائرتين نقل عسكريتان محملتان بأطنان من المساعدات الطبية والمقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى جمهورية تنزانيا للتحادية وذلك للمساهمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين بتنزانيا تأتي تلك المساعدات تأكيدا على الدور المصري المحوري في محيطها القاري ولمساندة جهود الدول الأفريقية في تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة شهد قطاع النقل تفرة كبيرة خلال العام 2021 حيث شملت الإنجازات تطوير محطات السكك الحديدية والقطارات إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في مشروعات النقل الدكية التي تهدف لتعمير مناطق جديدة وربط المدن والمحافظات المختلفة كما شهدت الكثير من الإنجازات في مجال الطرقي والكباري حيث نفدت الدولة الكثير من طرق في مختلف المحافظات التفاصيل مع مصطفى مزار تفرة نوعية حققتها الدولة في قطاع النقل وظهر جليا هذا التطور في عام 2021 والذي شهد نسبة إنجاز كبيرة في عدد من مشروعات النقل شملت تطوير محطات السكك الحديدية والقطارات إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز كبيرة في مشروعات النقل الذكي والذي تهدف لتعمير مناطق جديدة وربط المدن والمحافظات المختلفة مشروع المونريل الذي يعد وسيلة نقل جماعي كثيفة أحادي السكة يسير على كمرة خرسانية معلقة وتبلغ السعة القصوى له نحو مليون راكب يوميا يشمل مشروعين الأول مونريل غرب النيل والذي يربط مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة ويصل طوله إلى خمسة وثلاثين كيلو متر يحقق زمن رحلة تعادل زمن رحلة السيارة بدون توقف وقدر خمسة وثلاثون دقيقة لمسافة خمسة وثلاثين كيلو متر يتكون مونريل لأكتوبر من عشرة محطات ويخدم التوسعات الكبيرة خاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي تم وصول القطار الأول من أصل ثلاثين قطارا سيتم توريدها لمشروع مونريل السادس من أكتوبر مونريل العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية ويصل طوله لنحو ستة وخمسين كيلو متر يربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر مع خطوط متر الأنفاق الثالث والرابع والخامس ويضم إثنين وعشرين محطة بلغت نسبة تنفيذ المشروع الإجمالية ثمانية وعشرين واثنين من عشرة في المئة كما بلغت نسبة الأعمال المدنية والتي تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم إثنين وثلاثين في المئة أما الأعمال الكهرومكينيكية فبلغت نسبة الانتهاء منها أربعة وعشرين وسبعة من عشرة في المئة ويجري حاليا تصنيع المعدات بنسبة 22.3% فيما يتعلق بمعدلات توريد الوحدات المتحركة تم وصول القطارين الأول والثاني من أصل 40 قطار سيتم توريدها للمشروع مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يعد نقلة حضارية جديدة في وسائل النقل والمواصلات ويشمل مدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين ومطروحها يتم تنفيذ هذا المشروع بطول 620 كيلو متر وبإجمال عدد محطات يصل إلى 21 محطة منها ثمانية محطات سريعة تم الانتهاء من 120 كيلو متر من أعمال الردم والحفر والقطع بقطاع شرق النيل العين السخنة العاصمة الإدارية حلوان بالإضافة إلى تنفيذ سبعة كباري ونفقين يأتي مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT كشريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة ويربط مدن السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان سيتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمتر والقطار الكهربائي السريع وكذلك مونريل شرق النيل العاصمة الإدارية الجديدة تم توريد ستة قطارات وجرار ديزل ومن المخطط توريد 22 قطار بإجمال تكلفة 227 مليون دولار ويتكون القطار من ستة عربات كما تبلغ السرعة القصة التصميمية له 120 كيلو متر في الساعة الواحدة يجري حالياً تنفيذ أعمال المحطات وتركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الكهرماكنيكية والتحكم ونظم الإشارات فضلاً عن مد الكبلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات بلغت نسبة الأعمال المدنية والتشريبات للمرحلتين الأولى والثانية 95% كما تم الانتهاء من جميع كبار السيارات بالمشروع وتشغيلها أمام حركة السيارات بالإضافة إلى الانتهاء من سبعة كبار لمصار القطار الكهربائي ويشمل هذا المشروع ثلاثة أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% هذا ويتم تنفيذ الأعمال في ورشة القطار الكهربائي والتي تشمل 26 الخفيف وكذلك مساحتها ذي المباني 80 فدان هذا وشهدت محطات السكك الحديدية تطوراً كبيراً في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعاتها خلال عام 2021 وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة وتم التعاقد في هذا المشروع على توريد 1300 عربة سك حديد جديدة للركاب وصلت منها حتى الآن 500 عربة أعلنت الحكومة تطوير وتجديد 1223 عربة قطار فضلاً عن التعاقد على ستة قطارات جديدة ومن المقرر أن يصل أول قطار منها في يوليو من عام 2022 هذا إلى جانب وصول 100 جرار سك حديد جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات وإعادة تأهيل 81 جرار من الأسطول الحالي هذا كله بالإضافة إلى تطوير 167 محطة سك حديد متر الأنفاق تواصل الحكومة تطوير هذا المرفق الحيوي والهام وتأكيداً على طفرة الإنجازات فيه فقد حصل مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث على جائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 في فئة النقل والسكك الحديدية وذلك طبقاً لمجلة ENR الأمريكية فيما يتعلق بنسب التنفيذ فقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث نحو 87% هذا ومن المكرر أن يتم افتتاحه خلال شهر إبريل من عام 2022 أما مشروع الخط الرابع فبلغت نسبة التنفيذ فيه نحو 15% حتى الآن في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي قوقود للسيارات عملت الحكومة على إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز وبلغ عدد المحطات أكثر من 500 محطة تعد مبادرة إحلال وتجديد السيارات المتقادمة من أبرز المبادرات الرئاسية التي لاقت اهتماماً كبيراً من قبل المواطنين خاصة الراغبين في إحلال السيارات الملاكي والأجرة وتجديدها بالكامل للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين تم الانتهاء من تسليم نحو 9300 سيارة موزعة ما بين 8770 سيارة ملاكي و530 سيارة تاكسي وميكرو باس بينما بلغ عدد السيارات التي تم تخريدها ضمن المبادرة الرئاسية 9600 سيارة موزعة ما بين 8750 سيارة للملاكي و850 تاكسي وميكرو باس ووصلت قيمة الحافز الأخضر المصروفة في إطار المبادرة إلى نحو 208 ملايين جنيه كما وصل عدد الطلبات التي تنطبق عليها الشروط على موقع المبادرة حالياً إلى نحو 35 ألف طلب إذن هي مشروعات ضخمة وإنجازات ملموسة قامت بها القيادة السياسية في هذا القطاع الحيوي والهام لإحداث نقلة حضارية وتحقيق أعلى جودة لحياة المواطنين في هذا القطاع وإلى الشأن العراقي حيث أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أن إطلاق الصوريخ محاولات قاسية لزعزعة استقرار العراق جاء ذلك في أعقاب تعرض المنطقة الخضراء في وسط بغداد للاستهداف بصوريخ عدة أسفرت عن إصابة امرأة وطفلة وفقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمنية هذا وقالت البعثة في بيان لها أن السلام والأمنة هما شرطان أساسيان لمعالجة الأولويات الداخلية الملحة وإعادة تأكيد سيادة العراقية من جاهتها أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن استهداف البعثات وتعرض المدنيين للخطر عمل إرهابية وقال صالح أن استهداف البعثات الدبلوماسية ضرب لمصالح العراق وسمعته الدولية مؤكداً ضرورة الوقوف صفاً واحداً بحزمة ضد هذه الجرائم وفقت منظمة الصحة العالمية على عقارين لعلاج المصابين بفيروس كرونا يضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة إلى جانب اللقاحات ويأتي ذلك ضمن جهود درء خطر الإصابة بأعراض شديدة والموت بسبب الفيروس وذكر خبراء المنظمة أن عقار التهاب المفاصل الباراسيتينيب المستخدم مع الكورتي كوستيرويدات لعلاج مرض كورونا المصابين بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد الحياة وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعية أعلنت شركة فايزر الأمريكية لصناعة الدواء أنها تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة اليابانية للموافقة على طرح حبوب كوفيد-19 كعلاج للفيروس والتي في حالة الموافقة عليها ستجعلها ثاني دواء يؤخذ عن طريق الفم لحالة بايروس كورونا الخفيفة في اليابان وأفادت وكالة الأنباء اليابانية بأن الدواء الجديد المسمى بكاسلوفيد وهو مزيج من عقارين مضضين للفيروسات كان رئيس الوزراء الياباني فوميوكيشيدا قد صرح في وقت سابق من الأسبوع المنصارم إنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي مع الذراع اليابانية لشركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر بشأن شراء الدواء بحلول نهاية يناير بهدف الموافقة عليه في فبراير حالة من الخوف والترقب تسود العالم بعد ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار ومع ظهور اللقاحات بات من الضروري تلقيها بجرعات معززة لمواجهة الوضع الوبائي للفيروس المزيد نتابعه في التقرير التالي ارتفعت حدة المخاوف من المتحور أوميكرون حول العالم في ظل حالة الانتشار السريع وزيادة عدد الإصابات بشكل غير مسبوق وهو الأمر الذي دفع بمنظمة الصحة العالمية لإطلاق جرس الإنظار تجاه المتحور الذي كانت لا ترى به خطورة في الماضي الصحة العالمية حذرت من المتحور أوميكرون مؤكدة أنه ينتشر بوتيرة لم يشهد العالم من قبل منذ بدء وباء كوفيد-19 مما يجعله فيروساً خطيراً رغم أنه يتسبب بعوارض أقل شدة تحذيرات الصحة العالمية اختصت المواطنين غير المطاعمين بتحذير شديد اللهجة مؤكدة أنهم الأكثر تعرضاً للإصابة خاصة وأن عوارض أوميكرون تعد أقل شدة بالنسبة للأشخاص الملقحين بالكامل والذين تلقوا الجرعة المعززة القلق البالغ الذي أعلنته المنظمة الصحة العالمية هو أن وجود المزيد من العدوى يعني المزيد من دخول المستشفيات والمزيد من الوفيات فضلاً عن مزيد من المخاطر لظهور متحورات أخرى تكون أكثر عدوى وتتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون الإبلاغ عن ملايين الإصابات في جميع أنحاء العالم يعد أحد المعطيات التي بسببها أعلنت المنظمة الدولية أن الفيروس يمكن أن يصيب أكثر من نصف سكان أوروبا بحلول شهر مارس المقبل ومن المتوقع أن يستمر فيروس كورونا في التطور كما يتوقع أيضاً استمرار التفشي العدوى بين الأشخاص غير الملقحين وأن يشهد العالم جوائح متزامنة مثل كورونا والإنفلوانزا وهو الأمر الذي أصبح يجعل من تلقي اللقاحات بالجرعات المعززة ضرورة قصوى لمواجهة الوضع الوبائي وللمزيد ينضم إلينا هاتفياً من روما دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بعد التحية دكتور فؤاد جهود دولية كبيرة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته وخاصة فيروس أوميكرون وعلى رغم من هذه القيود إلا أن فيروس كورونا ومتحوراته ينتشر بشثورة كبيرة وسريعة برأيك ما سبب هذا الانتشار السريع على رغم من كل هذه القيود؟ تحياتي للجميع بالنسبة لانتشار لوميكرون بسرعة لأنه في عنده طفرات داخل بروتينة سبايك تجعل الفيروس أكوى انتشاراً لماذا؟ لأنه أسهل أنه يخش في خلايا جسم الإنسان اللي ما كدرش تكون عند المتحورات الثانية أو السابقة بس في نفس الوقت زي ما شرحته أنه الأعراض خفيفة اليوم في عندنا نسبة عالية بالمصابين بس لازم نقرأ هاي الأرقام بشكل من ناحية تدبيه وفحية لماذا؟ لأنه في أوروبا تقريباً سبعة مليون اللي يصيبوا في أول اسبوع شهر واحد في عندنا تقريباً عزد من 150% مرتفاع المصابين بس نصف المسحات اللي بنعملها في أوروبا لأسباب العمل وأسباب احترام الكوانين والإجراءات والجواز المرور الأخضر في نفس الوقت في ارتفاع في أفريكيا تقريباً 89% بس شو في أوروبا 10% تراجع نسبة التوفي في أفريكيا 13% تراجع نسبة التوفي هاي الأرقام من ناحية تببيه عشان هيك إحنا من ثلاثة أيام تقريباً من أسبوع بنعمل نداء لكل الوزراء الصحة والحكومات في أوروبا تغير اسلوب نشر وإعلان المصابين مش كل يوم مرة بأسبوع ولازم ننظر إلى نسبة اللي بتوفق نسبة الضغط على المستشفيات نسبة العراض الخطيرة اليوم عندنا تقريباً أزاد من 85% من المصابين غير متطاعمين في المستشفيات دكتور فؤاد من نظامة الصحة العالمية أدخلت عقارين جديدين إلى الاستخدام ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا برأيك إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه العقارات الجديدة في الحد من انتشار الفيروس؟ نعم هذا خطوة مهمة نوضح أن اللقاح فائدته عشان الوقاية الأدوية عشان العلاج الأدوية إحنا بحاجة إلها في أول يومين ثلاثة لما يصير الأعراض عند الشخص عشان هيك يعالج المرض اللقاح والدواء مع أنه باختلف وظيفتهم مشتركين مع بعض مقاومة الأعراض الخطيرة مقاومة توصيل الشخص إلى المستشفى وإلى غرف الإنعاش عشان هيك وإذا بيغضى عندنا متوفرات أدوية خصوصاً اللي بنقدر نستعملها في أول يومين سوف يكون نجاح كبير وفي نفس الوقت نسبة التطعيم لازم تغضى زي ما كررنا عديد من المرات متوفرة في كل العالم لأنه اليوم تقريباً أزد من 36 دولي فقط عندها 5% من التطعيم نعم أشكرك شكراً جزيلاً دكتور فؤاد عودة رئيس رابطة طبية الأوروبية شرق أوسطية شكراً جزيلاً لك أصدرت لجنة جائزة نوبل في نرويج التي تمنح الجائزة الشهيراً اعتقاداً نادراً للغاية للفائز بجائزتها للسلام عام 2019 رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وذلك بسبب الحرب والأزمة الإنسانية دائرة في إقليم التجرع في بلاده وقالت اللجنة إن على رئيس وزراء إثيوبيا مسؤولية خاصة لإنهاء الصراع والإسهام في السلام وكان أبي أحمد قد فاز بالجائزة جزئياً لإحلاله السلام مع إريتريا المجاورة بعد أحد أطول الصراعات في أفريقيا قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان اليوم الجمعة إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا في ضربات جوية بمنطقة تجري بإثيوبيا منذ بداية يناير وأضفت المتحدثة ليزا ثورسال للصحفيين في جينيب أنه قتل 108 مدنيين على الأقل وأصيب 75 أخرون منذ بداية العام جاء ذلك خلال ضربات الجوية التي يشتبه أن القوات الجوية الإثيوبية نفذتها اتهم ممثل دعاء في الولايات المتحدة ستيورت رودس مؤسسة ميليشيا حراس القسم اليمينية المتطرفة وعشرة أعضاء في الجامعة بتأمر لإطارة الفتنة لدورهم في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس وقال ممثل لدعاء نرودس حتى جماعته على الاستعداد لمعركة دامية ومستميتة في الأيام التي سبقت الهجوم الذي حاول فيه أنصر الرئيس السابق دونالد ترامب منع الكونغرس من التصديق على هزيمته في الانتخابات وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها توجيه اتهمات بالتأمر لإطارة الفتنة لأشخاص يشتبه في مشاركتهم بالهجوم حمل وزير الخارجية الروسي سيرجيب لاروف الناتو المسئولية عن محاولة جر أعضاء جدد منهم أوكرانيا إلى صفوفه بشكل اصطناعي وأكد لاروف خلال المؤتمر الصحاطي السنوي حول الدبلوماسية الروسية في 2021 أن موسكو ستواصل العمل كي ستكون مستعدة لأي سيناريو محذرا من أن الغرب يعمل على تقويد قواعد العلاقات الدولية المبنية على مثاق الأمم المتحدة نحمل الناتو المسئولية عن محاولة جر أعضاء جدد منهم أوكرانيا إلى صفوفه بشكل اصطناعي وموسكو ستواصل العمل كي تكون مستعدة لأي سيناريو ونحذر مجددا من أن الغرب يعمل على تقويض قواعد العلاقات الدولية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ويحاول إملاء نهجه على الآخرين وفي سياق دي الصلة قال رئيس المجلس الأوروبي شعر الميشيل إن زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددهم 27 وافقوا بالإجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى أضاف ميشيل قد قرر المجلس إطالة أمد الإجراءات التقييدية التي تستهدف حاليا قطاعات اقتصادية معينة في الاتحاد الروسي حتى 31 من يوليو المقبل وأن القرار جاء في ضوء متابعة آخر تقييم لحالة تنفيذ اتفاقيات منسك الخاصة باستعادة الهدوء والنظام داخل أوكرانيا وشددت موسكو مرارا على أنها ليست طرفا في النزاع بأوكرانيا وتعمل فقط كوسيط إلى جانب منظمة الأمن وتعاون في أوروبا وفرنسا وألمانيا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنتلقت قافلة طبية بمدرية الصحب أسوان بقرية المنشية تابعة لمركز كوميمبو تأتي القافلة من خلال عشر عيادات متنقلة للكشف على المرضى والمترددين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة وتقديم الكشف والعلاج بالمجان وعبر المترددون على سعادتهم بوجود هذه الفرق الطبية المتخصصة والتي وفرت عليهم أعباء التوجه للأطباء في العيادات والمستشفيات الخاصة الفكرة في القوافل مش متقتصر بس على الكشف المجاني إحنا عندنا الأدوية بالمجان متوفر كمان عندنا معمل تحليل والأشعة وفيه كمان إحنا خدمات متطورة أكتر من كده بكتير لو العيام محتاج أي خدمات أكتر بنوفله علاج على نفعة الدولة أو بنعمله تحويل لعمليات المستشفيات الكبيرة إحنا النهاردة في قفلة طبية مجانية تابعة لحياة كريمة عبارة عن عشر عيادات تخصصات مع معمل ومع أشعة وصيدلية طبعا الكشف والعلاج بيبقى بالمجان ولو فيه حالات أمراض مزمنة بنعمل لها تحويل علاج على نفعة الدولة لمدة سنة طبعا ولو فيه أي رعاية تانية أو تالتة أي مريض محتاجها طوارق بنحاولها على عرب مستشفى تابعة للمدرعية نشكر كل القائمين على هذه القافلة الطبية المجانية التي ساهمت في مساعد كثير من زو الأمراض والحاجة وشرفونا والحمد لله رب العلمين أعانوا والناس على الكشفات المجانية انطلقت اليوم قافلة طبية بحليب جنوب محافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 259 خالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر أكد محافظة الأربية تارق رحمي أن المشروعات الخدمية بقرية نهطاي تسابق الزمن وقاربت على الانتهاء لتعلن بداية حياة كريمة تليق بأهلها كما وعد الرئيس السيسي جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة معدلاته ونسب إنجاز المشروعات بقرية نهطاي وتفقد محافظ الغربي خلال جولته مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي بنسب تنفيذ وصلت إلى 94% بتكلفة 10 ملايين جنيه ويدم لمركز خدمات متنوعة ما بين مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري وتموين وبريد ووحدة محلية بالإضافة إلى مجلس محلي ومقر للتضاوم الاجتماعي مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه النشرة ولا تبقى فيها سوى عنوين الأخبار الرئيس السيسي يعلن في ختام منتدى شباب العالم عام 2022 عاماً للمجتمع المدني في أقاب استهداف المنطقة الخضراء بعدد من الصواريخ الأمم المتحدة تؤكد أن هناك محاولات قاسية لزعزعة الاستقرار بالعراق منظمة الصحة العالمية توافق على استخدام عقارين جديدين لعلاج مرضى فيروس كورونا شاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التركيزيون المصرية تحيطنا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة